بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معكم مستر احمد الباشا ان شاء الله نبدأ مع بعض في كنسة وانهم درسين سهلين في فيديو واحد في الليسون ده احنا بيتكلم عن كومبيرينج بلانت اند انيمال سيل كنا قبل كده اتكلمنا عن الانيمال سيل وقلنا ان الانيمال سيل فيها مجموعة من المكونات وان الانيمال سيل دي هي خاصة بانيمال حتى من اسمها يعني مثلا لاين انت مثلا نملة مثلا اليفنت حتى الهيومن حتى الانسان بيكون فيه السيل بتاعته الهيومن شبه الانيمال سيل جدا طب البيلانت سيل ايه قصة البيلانت سيل قال البيلانت سيل هي من اسمها كده بتاعت البيلانت بتاعت النباتات فلو انا خد بلانت وجيب درسته هلاقي ان السيل بتاعته ان الخلية بتاعته شكلها عامل كده لما اجيب ورقة شجرة او اجيب مثلا حتة من شجرة او كده وادرسها هلاقي فيها الشكل ده تحت الماكروسكوب طيب ايه الشكل ده وايه مكوناته قال لي هتلاقي حاجات مشتركة مع الانيمال سيل يعني في حاجات هتلاقيها في الانيمال سيل وهتلاقيها في البيلانت سيل هتلاقيها في الاتنين يعني هتلاقي في الانيمال سيل يعني هتلاقي في البيلانت والانيمال زي مثلا الساف فاكيول احنا قلنا الساف فاكيول دي هي موجودة في الانيمال سيل وهنا بيشرح لي اكتر ايه الساف فاكيول هتلاقي في البيلانت سيل حاجة واضحة جدا كده وهي فراغ كبير قوي في مصف السيل كده طبعا البيلانت من الحاجات اللي بتستنى لما المية تنزل او المطر اتمطر او كده عشان تحتفز بالمية والغذاء داخلها يعني الشجرة هل الشجرة كل يوم كل يوم لازم حد يديها قتل لا الشجرة ممكن تقعد شهور من غير ما حد يرش عليها مية لا يوزن فيه بلانت في الصحرا عايش في الصحرا كل فين وفين لما ينزل حبة مية عليه طب هو بيخزن الووتر دي فين في الساب فاكيول بيولي الساب فاكيول دي از الارج ساك لايك اورجنل اورجنل يعني جزء من اجزاء من الجزء من اجزاء السيل زاب لانت سيل هاز اونلي وان سبيشيال بيج فاكيول ساب فاكيول لي لان في الانيمال سيل كان في اكتر من ساب ساب فاكيول ايه الساب فاكيول دي لان الفراغ ده طيب ايه الفونكشن بتات الساب فاكيول بتخزن الووتر والوست بتخزن المية والبقايا في البلانسل طب ايه كمان في البلانسل مهم مستر قولنا الساب فاكيول تعالى بقى نشاور على واحدة من اهم الحاجات في البلانسل اللي هي من غيرها اصلا ما تبقاش دي بلانسل يعني البلانسل مميز جدا فيها الجدار الخارجي اللي بيحيط بالبلانسل اللي مش موجود في الانيمال يعني في الانيمال سل لما احنا كنا بنشرحها قولنا ان من برا فيها ناسمها سيل ممبرين او بلازما ممبرين انما هنا في البلانسل اللي بيحيط بالبلانسل هي السلول it is made up of cellulose مصنوعة من مادة اسمها سيليلوز it is a rigid external material that surround cell membrane of plant وهتعرفها في الامتحان لما يقول لي surround plasma membrane البلازما ممبرين جوه هنا هي يعني الجدار اللي هو الداخلي ده اللي من برا الجدار اللي من برا ده اسمه سيلول طب هي مهمته ايه surround plant cell and give it definite shape دايما يا جماعة النبات تلاقي ناشف يعني تلاقي ما يحطي لك على شجرة تلاقي الشجرة ناشفة ايه اللي نخليها ناشفة كده ان الخلايا الشجرة نفسها الخلايا نفسها السلسل نفسها بتاعت البلانسل قوية قوية ليه لان فيها سيلول يبقى السلول دي فين؟ it is outer part of cell of plant cell surround cell membrane بتحيط بالسل membrane يبقى هي من برا وبتحيط بكل حاجة جوه الخلايا وبعده الساف فاكيول دي اللي هي store water and neutrons طيب في ايه تاني؟ قال لي فيه حاجة اسمها كلوروبلاستس ودي من غيرها ما كانش البيلانت هيقيش اصلا لان احنا عارفين ان البيلانت بيعيش بطريقة اسمها photosynthesis process عملية البناء الضوئي اه الكولوروبلاستس دي اللي هي الاجزاء الخضرة دي الكولوروبلاستس دي برضو ساك لايك حاجة شبه الكيس كده او داير يعني الحالات المتوزعة دي يا جماعة الحالات المتوزعة اسمها يعني فيها اجزاء او يعني دوائر كده خضرة لونها بيكون اخضر يعني الكولوروبلاستس دي لونها بيكون اخضر ليه لونها بيكون اخضر؟ لانها بتحتوي على مادة اسمها كلوروفيل يبقى دي اسمها كلوروبلاستس بداخلها مادة اسمها كلوروفيل الكولوروفيل ده بيعمل ايه؟ قال لي كلوروفيل ده absorb energy of sunlight الكولوروفيل الموجود جوه الكولوروبلاستس الكولوروفيل ده اللي جوه كولوروبلاستس يبقى هو بيمتص الانرجي بتاعة السانلايت بيمتص طاقة الشمس ويعمل عملية البناء الضوء في شوية معلومات هنا دي شكل الانيمال سل خبالك هنا في الانيمال سل هل الفاكيول الفراغات دي البيضة دي هل كبيرة زي البرانت سل لا في البرانت سل اسم فاكيول كبيرة انمات في الانيمال سمو بفاكيول ان انيمال سل عنده سمول فاكيول وهاز مني عنده كتير طيب الفانكشن بتصiran برضو. وستور ويستس. خب بالك بمعلومة دي. رجل جالك في الامتحان. ما عندهاش ايه? ما عندهاش السلول. كي شوية ملاحظات كده. جزئيه دي يازم ترجع تسمعها تاني. مهم يعني. فعشان يفهمنا اكتر ايه الانيمال سلو كده? وايه الفرق بينهم? خلينا اقول لك ان الفرق الاول والاساسي هو في وجود السلول. السلول دي كدر بيحيط بالبيلانت سل. مش موجود في الانيمال. يعني السلول موجود في البيلانت. مش موجود في الانيمال. فبيقولي اخيان احنا عملنا مدينة. جيبنا مكعبات. جيبنا كيوبس لعبة يعني هكذا مش هتحفز يعني. الحتة دي مش هتحفز يا بص يفهم. ان احنا جيبنا مكعبات ورصينا المكعبات بشكل ما? علشان نميز المدينة اللي بتمثل الانيمال سل. وعشان نميز المدينة اللي بتمثل البيلانت سل. هنحط كزا حاجة تعبر عن البيلانت سل. يعني الجدار اللي برا ده هو السلول. دايما البيلانت سل عندها جدار كده. عكس الانيمال سل ما عندهاش جدار. ايه تاني? قال لي مثلا بص بص على ايه تاني? تعال نشوف. هي السيتي هول. سيتي هول ده يجب انتم عارفين المركز الاساسي. الادارة يعني مركز الادارة. وهكزا بقى تعود تقروا بقى. دي اللي ايه? اللي هما ايه? الحراس. ماشي? هنا فيه حراس. وهنا فيه حراس. بس يزيد على الحراس دول الجدار ده الول دي. اللي هي الايه? السلول. السلول دي موجودة في البيلانت اونلي. والكلوروبلاست موجودة في البيلانت اونلي. يعني ده اكتيفتي بيقول لي بص احنا لو حبينا نعبر عن السلس فهنعبر بقى عن كل حاجة ووظيفته. يعني دي هي السيتي هول اللي ايه? المركز. اللي احنا قلنا بتستور الايه? هنا مسلا. فاهمني? فايرا الحتة دي مش مش حافظي خالص. عاول تقراها كده وتحاول تقارن بين انيمال سل سيتي و البيلانت سل سيتي. واهم شيء عندي تعرف ايه مكونات البيلانت سل و ايه مكونات الانيمال سل. بتتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.